السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازاي حضراتكم ومعاملين ايه ربي دايما تكونوا بخير وبالف صحة كده والنهاردة بصراحة الموضوع اللي حكلمكم فيه مختلف خالص عن اخبار الفن وعن اي حاجة تانية في حاجة جميلة جدا انا حبيت اهديها لكل المشتركين في القناة عندي او اللي بيسمعوني وياريت يشتركوا في القناة عشان حيلاقوا اكيد كل جديد ان شاء الله طبعا من الاخبار بس النهاردة انا مش بقول خبر ومش بقول حاجة انا حقول حاجة مهمة جدا تانية اهم من اي خبر او اهم من اي حاجة وهي حاجة هدية مني ليكم والاي حد يسمعني سواء من مشتركين او مش من مشتركين وياريت نعمل لايك وكمان نشترك في القناة وصدقوني هي هدية فعلا هتفدكوا جدا 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 حاجة كده مهمة جدا جدا وضعاء مهمة جدا 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 وضعاء مستجاب يمكن فيه ناس ما تعرفوش ويمكن فيه ناس تعرفه واكيد فيه ناس كتير ما تعرفوش يعني انا برضو واحدة من الناس ما كنتش اعرف الدعاء ده وبعدين عرفته وبقوله لأي حد اعرفه هو دعاء جميل جدا 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 حاجة اسمها دعاء التعار ايه هو دعاء التعار ده الدعاء ده لو انا اما بقى نيمة ومتوضية بالليل وراح نيم عادي ونمت وبعدين ساعات كلنا بنقلقى في النوم فبنسحى وممكن ننام تاني في ريب بقى ياريت 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 لو انت عندك دعوة حاجة انت عايزها حاجة تعبك في حياتك عندك طلب يعني عايز تطلبه من ربنا سبحانه وتعالى احنا هنطلب من مين غير من ربنا سبحانه وتعالى احنا مش هنطلب من حد غير من ربنا طيب فانت عايز الدعاء ده يستجيب طب تعمل ايه تدعي ازاي او ايه الحاجة اللي هي ممكن تقولها اسمها دعاء التعار ايه هو دعاء التعار هو دعاء زي ما قلت لحضراتكم بتدعيه بتدعيه وانا طبعا هوريه لحضراتكم دلوقتي الدعاء بيقول ايه ده دعاء مش دعاء يعني كده او احنا مقلفين او هو متقلف او ناس اللي ايليه لأ ده حديث عن الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وحديث صحيح كمان يقول لا اله الا الله وحده لا شركة له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله كده لما تعوز تدعي باي حاجة اي حاجة ربنا انت عايزها من ربنا اي حاجة نفسك فيها اي حاجة كلنا بنطلب من ربنا وكلنا نفسنا في حاجات فاي حاجة انت هتدعي بيها ونفسك فيها فاعرف ان ربنا هيستجاب ليك فورا فورا وان انت لو صليت ركعتين ربنا هيقبلهم برضو فورا طب مين انت جايبا الثقة او التأكد ده طب ما احنا كلنا كنا ممكن ندعي وممكن نعمل وممكن نصحى وندعي الدعاء ده وكانت بقت سهلة العملية بقى وكل واحد يدعي انا ده فكرت بيني وبين نفسي ولكن لا لان ربنا سبحانه وتعالى مش بيفكرك اصلا بدعاء ده في كل وقت ولا بيجري على لسينك في كل وقت ربنا سبحانه وتعالى لما بيجري الدعاء ده على لسينك او ربنا لما يخليك بتدعي به ربنا هيكون عايز تستجيب لك احيانا كتير هتقوم منه ومنت عارف الدعاء ده ومش هتفكره ومش هتفكر فيه واحيانا تانية هتدعي بي عشان ربنا عايز لاستجيب لك فاكيد خلينا كلنا واي حد بيسمع عني عنده ثقة ويكتب اي حاجة اي حاجة انت بتطلبها من ربنا سبحانه وتعالى خلي عندك يقين ويعني يقين من جواك كده وامل كبير اوي اوي وثقة ان ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب للدعاء ده وصدقوني ان الدعاء ده كنز والله العظيم الدعاء ده كنز كنز من الكنوز مش ناس كتير عارفية او مش ناس كتير فكرية واللي عارفوا مش فكروا لكن ده حديث صحيح عن الرسول عليه افضل الله الصلاة والسلام الله ومصالح على سيدنا محمد صدقوني ادعوا بي ان شاء الله ان شاء الله اي حاجة دعوتك هتستجيب وفي حاجة كمان اللي حيقول كل يوم الصبح وبالليل اللهم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد نبيه ورسوله كان حقا على الله ان يرضيك في هذا اليوم عارف يعني حقا على الله ان يرضيك في هذا اليوم لما تقولها الصبح ثلاث مرات وبالليل ثلاث مرات حقق على ربنا انه يرضيك ربنا يرضينا كلنا يا رب اللهم امين حقق على ربنا انه يرضيك